تنظم جمعية الكلمة الطيبة بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت مبادرة إعداد القادة الشباب في مملكة البحرين برعاية كريمة من سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة الخليفة وذلك من أكتوبر القادم وحتى إبريل 2020 وقد جاءت هذه المبادرة تزامنا مع التوجيهات السامية لجلالة الملك المفدى والمنصبة نحو الاهتمام بقضايا الشباب ورعايتهم بهدف تأهيل جيل جديد قادر على تحمل المسئولية بكفاءة وفعالية لتحقيق الأهداف التنموية حيث تعد مسألة إعداد القادة الشباب من أهم القضايا التي تشغل متخذ القرار خاصة في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية التي تمر بها الدول العربية بشكل عام وتهدف هذه المبادرة لتعزيز القدرات الشبابية وتمكينها في المراكز القيادية وفقا لأحدث أساليب ومهارات القيادة وريادة الأعمال والقدرة على حل العقبات بأساليب مبتكرة والتواصل الفعال مع بيئة العمل الداخلية والخارجية وتأتي بكورة التعاون الإنمائي هذه بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط التي تعنى بإعداد القادة من فئة الشباب إيمانا منها بأهمية دورهم في بناء الدولة ومؤسساتها المتعددة إلى جانب قدرتهم على التأثير والتغيير في عالم الأفكار والعلاقات والمشاريع وقيادة مختلف الأعمال العامة والخاصة